السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشرح ده مهم جدا للناس اللي عايزة تستخدم تطبيق نامبر بوك اللي هو شبيه بتروكولر. طيب الشرح ده هتحمل تطبيق وكمان هتعرف ازاي تسجل فيه. الطريقة بسيطة جدا لو انت موبايل اندرويد او موبايل ايفون هتلاقي رابط التحميل في وصف الفيديو. هتدخل على الرابط المناسب للموبايل بتاعك سواء انت اندرويد او ايفون وهتحميله عادي. في حالتي انا اندرويد فانا هحمل هنا من جوجل بلايه هدوس على تثبيت. بعد تحميل التطبيق والتثبيت على الموبايل هضغط على فتح. بعد ما فتحنا تطبيق هضغط على ايه? المتابعة. عشان هبدأ في عملية التثبيت. هنا بقول للرجاء استمح بالحصول على هوية هاتفك من اجل متابعة الاجراء. هقول له اعطاء. هنا عايز ياخد الصلاحية هدل له الصلاحية اللي هو عايزها. سماح سماح. هنا بيقول اكتب ركم الموبايل بتاعك. فانا ايه? هكتب هنا الرقم بتاعي. في النهاية هضغط هنا على ايه? المتابعة. هنا خطوة تفعيل الحساب. عشان نفعل حساب لازم يكون عندك اه حساب او تليجرايم. لو انت مش عندك ولا تليجرايم عادي خالص اضغط على الجملة اللي تحت الخضر خالص دي. اللي هي بالانجليزي دي. اضغط عليها هيبدأ يعمل اتصال مباشر او تلقائي على الموبايل بتاعك او على الخط بتاعك. فيبدأ التفعيل عادي جدا. طيب في حالتي انا عندي تليجرايم. فهضغط على ايه تليجرايم. لو انت عندك اضغط على وتساب ما بيش اي مشكلة. طيب هضغط هنا على ايه? على تليجرايم. فتح لتلقائي آآ بوت كده على تليجرايم تابع او تابع للنمبر بوك. هضغط على اعاد تشغيل تحت خلص ايهي. بعدها هدوس عليها. بعدها هنا بيقول لي هل ترغب في مشاركة راكم ما تفعق اقول له ماشي. شاركة. كده الحساب اتفعل معايا. ما فيش اي مشكلة. عادي خالص. طيب هنا بيقول لي ادخل البيانات بتاعتك. هكتب الاسم. واسم الاب تحتها بالزبط. وهنا اكتب البريد الالكتروني بتاعي. اللي هو مثلا على الجيميل او الياهو. لو انت مش عندك بريد الالكتروني على جيميل او ياهو. هتلاقي فيه رابط في وصف فيديو عن انشاء حساب جوجل. جوجل هو جيميل. الموضوع واحد يعني. بس هو مجرد المسميات. لو انت مش عايز يسجل اي بيانات من دي. ممكن لو انت عندك حساب على او على فيسبوك. اضغط على مسلا على فيسبوك. وبعد كده هيبدأ ايه? يعمل اه تفعيل او يعمل اه الربط ما بين والحساب بتاعك لك انا ما انصحش بالخطوة دي. انت ممكن تكتب اسمك واسم الاب والبريد الالكتروني افضل يعني. بعد ما تخلص البيانات بتاعتك وتكتبها اضغط على ايه? المتابعة. الخطوة اللي جاية دي اللي بعدها. هو هنا عايز ياخد صلاحيات الصلاحية الاركام اللي عندي على الموبايل. فانا هقول له ايه? سماح. دي واجهة تعارفية للبرنامج او تطبيق نمبر بوك. بس كده لحد هنا انتهينا من التسجيل في التطبيق. اتمنى يكون الشرح مفيد. لو عندك اي استفسار اكتبه. لو عندك اي حاجة عايز تقول اكتبها مش مشكلة وان شاء الله هرد عليك. وتمنى لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة عشان تتابع اي دروس جديدة وكمان في ان شاء الله اه اكتر من شرح عن زي ازاي تحزف اه تغير اسمك في النمبر بوك. وكمان ازاي تحزف الحساب بتاعك لو انت عايز تمسح الحساب بتاعك من النمبر بوك. الموضوع بسيط خالص. ان شاء الله هيكون ليوم شرحات. وحاول كده تشوفه واصف الفيديو. ممكن تلاقي الشرحات دي موجودة في وصف الفيديو الرابط بتاعيدي عشان ايه? تبدأ تتفرج عليها وتاخد معلومة كويسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.